اليوم السابع بعد المباراة قال الأهل يعود للنتائج السيئة ويفقد نقطتين أمام دجلة ويلا كورة قال الأهل يعجز عن العبور من حفلة دجلة والاقتراب من الصدارة وفي الجول قال الأهل يعود للتعسر بتعادل انخاطف أمام دجلة والمصر اليوم قال الأهل يسقط في فخ التعادل أمام ودي دجلة وموقع الوطن قال الأهل يفقد نقطتين في سباق لحق القمة بالتعادل مع ودي دجلة يعود ويعجز ويتعسر ويسقط ويفقد إيه ده الجمال ده يعني طبعا ده الأهل التعادل خسارة نتيجة غير الفوز لا ثلاث ثلاث ترجمة نانسي قنقر هحو wanna هحو �hn سوري الفوز